موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام متابعي قناة إيكول شادلي يوم قدي نشوف حلو دي الصفحة 119 لتطبيقات من كتاب لغة العربية الواضح في اللغة العربية المستوى الرعب الابتدائي إذن أقرأ النص الآتية وأضبط بالشكل التام ما تحته خط إذن أقرأ النص وهذا اللي تحتها خط أتنشكلها إذن الصناعة هي التي تعمل على رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص الشغل الذي يبقى حلمة فئة عريضة من الشباب ولن يتحقق ذلك إلا بحل مشكلة البطالة لن يتحقق ذلك إلا بحل مشكلة البطالة في المجشمعي في المجشمعي المجشمعي لكي نغلط في الكتابة المجتماعي كي يتطور كي يتطور وينمو لهذا لهذا يجب على الدوائر المس أول المسؤولة أن تخلق أن تخلق بيئة ملائمة ملائمة وذلك بدعم رجال المال والأعمال الذين لا يستثمرون إلا في جو مطمئن ومريح إذا لنعيد بعد أن شكلنا لمطلوبنا لنعيد قراءة النص الصناعة هي التي تعمل على رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص الشغل الذي يبقى حلم حلم فئة عريضة من الشباب ولن يتحقق ذلك إلا بحل مشكلة البطالة في المجتمع كي يتطور وينمو لهذا يجب على الدوائر المسؤولة أن تخلق بيئة ملائمة وذلك بدعم رجال المال والأعمال الذين لا يستثمرون إلا في جو مطمئن ومريح سؤال الثاني أفهم كيف نحقق حلم الراغبين في الشغل؟ نحقق حلم الراغبين في الشغل نحقق حلم الراغبين في الشغل بتوفير فرص الشغل وحل مشكلة البطالة في المجتمع نحقق الحلم الراغبين heightened الشغل بتوفير فرص الشغل وحل مشكلة البطالة في المجتمع السؤال الثالث أجد عائلة كلمة تعمل أشرح كلمة يتطور أجد ضد كلمة مريح إذن عائلة تعمل عمل عمال عمال عاملة عميل تعامل إذن عائلة الكلمة تعمل عمل عمال عمال عاملة عميل تعامل أشرح كلمة يتطور أي يزدهر يتطور أي يزدهر أجد ضد كلمة مريح ذلك كلمة دي المريح أي متعب إذن عائلة كلمة تعمل عمل عمل عمال عاملة عميل تعامل يتطور أي يزدهر مريح أي متعب السؤال الرابع استخرج ما تضمنه النص من أسماء موصولة ثم أوطنها في الجدول وأعمال على تدوين ما لم يريد منها في النص إذن ندرجع النص سنستخرج أسماء الموصولة وندرجعها في الجدول على حساب المفرد المؤنات الجمع وهذه من بعد ما غدين نكتبو أسماء الموصولة في الجدول حتى اللي ما تذكرتش منها من الأسماء الموصولة هذن نكملو نكتبوها إذن لنرجعين النص إذن نقرأوا النص باش نجبدو الأسماء الموصولة التي فيها الصناعة هي التي تعمل على رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص الشغل الذي يبقى حلم فئة عريضة من الشباب ولن يتحقق ذلك إلا بحل مشكلة البطارة في المجتمع كي يتطور ويرمو بهذا يجب على الدوائر المسؤولة أن تخلق بيئة ملائمة وذلك بدعم رجال المال والأعمال الذين لا يستثمرون إلا في جو مطمئن ومريح الذين إذن أسماء الموصولة التي تذكرت في النص هي التي الذي الذين إذن اسم الموصول الأول التي تذكر في النص هو التي التي هي مفرد مؤنت التي اسم الموصول الثاني الذي مفرد مذكر الذي 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 جامع مذكر إذن أسماء الموصولة التي تذكرت في النص هم الذي مذكر مفرد التي مؤنث مفرد الجامع الذين جامع مؤنت إذن قولنا الأسماء الموصولة الأخرى التي تذكرت في النص اللذاني مثنع المذكر اللذاني عندنا المثنع المؤنث اللذاني اللذاني عندنا الجامع المؤنث التي اللائي السin يسم جامع اذا يسم موصول الجامع المؤنث اللوات أضع الجملة الآتية في ترسيمة مناسبة أن تخلق بيئة أذات نصب بيئة في المضارع تخلق مفعول به بيئة أذات نصب تخلق في المضارع بيئة مفعول به سؤال السادس والأخير أنقل الكلمات المتضمنة لهمزات متوسطة على الياء إلى الأشكال الآتية وأسرح سبب كتابتها إذن مطلوب أن نرجع للنص ونقل الكلمات المتضمنة لهمزات متوسطة على الياء ونشرح سبب كتابة ديالها إذا لنرجع للنص بعدها لنستخرج الكلمات المتضمنة لهمزات متوسطة على الياء لنقوم بإعادة قراءة النص لكي نستخرج الكلمات المتضمنة لهمزات متوسطة على الياء الصناعة هي التي تعمل على رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص الشغل الذي يبقى حلم فئة عريضة من الشباب ولن يتحقق ذلك إلا بحل مشكلة البطالة في المجتمع كي يتطور وينمو لهذا يجب على الدوائر المسؤولية أن تخلق بيئة ملائمة بيئة ملائمة لا يجب على المدنين إلا في جوم طمئين ومريه إذا نزو هذه الكلمات لبيئة لدينا صافي لدينا أربعة كلمات نشرحوا كتابة لهم إذا لدينا الكلمة الأولى فئة فئة كتبت على الياء كتبت على الياء لأن حركة الحرف الذي قبلها مكسور لأن حركة الحرف مكسور الدوائري مكسور فئة كتبت على الياء لأن حركة الحرف الذي قبلها مكسور ومكسور لدينا الكلمة الثانية الدوائري فئة التوائري كتبت على الياء لأنها مكسورة وقبلها سكون ميت مكسورة وقبلها سكون ميت إذن كتبت على الياء لأنها مكسورة وقبلها سكون ميت هنا الكلمة الموالية بيئة إذن كتبت على الياء لأنها جاءت بعد الياء ساكينة إذن كتبت على الياء لأنها جاءت بعد الياء ساكينة كلمة الأخيرة مطمئنن مطمئنن خساريت ندير الكلمة هذي حيثنا كنت سترس على بيئة وملائمة خساريت ندير مطمئنن كانت في الخردي النص مطمئنن 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 كتبت على الياء لأنها مكسورة وقبلها سكون حي كتبت على الياء كتبت على الياء لأنها مكسورة وقبلها سكون حي إذن فئت فئت كتبت على الياء لأن حركة حرفة قبلها مكسور دوائري كتبت على الياء لأنها مكسورة وقبلها سكون ميت بيئة كتبت على الياء لأنها جاءت الياء ساكنة لأنها جاءت عفوا بعد جاءت بعد ساكنة مطمئنن كتبت على الياء لأنها مكسورة وقبلها سكون ميت إذن أعزائي الكرام أعزائي الكرام متابعي قناة إيكول الشادلي كان هذا هو الدرس ديال اليوم عفوا كان ذو التطبيقات لدرنا اليوم صفحة رقم 119 من كتاب لغة العربية الواضح في لغة العربية المستوى الرابع ابتدائي نتمنى كما ديما نتمنى نكون عند حصلا تضانوا تكونوا السفتوا معنا في الفيديو هذا إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله دمهم في رأيك الله اشتركوا في القناة